الرئيس الأمريكي جو بايدن يعبر عن ارتياحه إلى الخطاب الذي ألقاه زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر حيث انتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو في علامة جديدة على تباين الرؤى بين البيت الأبيض ونتنياهو في شأن جملة ملفات ومنها العدوان على غزة السيناتور شومر أبلغ موظفي الرئاسة بأمر الخطاب قبل الإدلاء به وقد ألقى خطابا جيدا وأعتقد أنه عبر عن قلق جاد يشاركه فيه كثير من الأمريكيين شومر الذي يعد أعلى مشرع يهودي في الكونغرس والذي نسق خطابه مع طاقم البيت الأبيض دعا إلى عزل نتنياهو بإجراء انتخابات مبكرة لتأليف حكومة جديدة تستطيع التعامل مع المتغيرات الميدانية ومتظلبات الاستراتيجية الأمريكية في المنطقة إذا ظل الاتلاف الحالي لنتنياهو في السلطة بعد الحرب واستمر في اتباع سياسات خطيرة وتحريضية فلن يكون أمام الوليات المتحدة إلا أن تؤدي دورا فعالا في رسم سياسة إسرائيل باستخدام أدوات الضغط المتاحة وبينما جاءت مواقف بايدن وشومر بعد دعوات من قيادات ديمقراطية تطالب بوقف إطلاق النار في غزة فإنها تعبر أيضا عن شعور قيادة الحزب الديمقراطي بمخاطر حقيقية من قاعدتها الانتخابية التي عبرت عن غضبها واستيائها بالأصوات المعترضة خلال الانتخابات التمهيدية من مواقف الإدارة تجاه العدواني على غزة ستكون تصريحات بايدن وشومر أمام اختبار حقيقي يقرن الأفعال بالأقوال عبر فرض قيود على صادرات الأسلحة إلى إسرائيل والسعي إلى استصدار قرار أممي بوقف إطلاق النار ولو بصورة مؤقتة على أقل تقدير محمد كريم واشنطن الميادين